الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوره أولو الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال بإن لم يصل نوره بعين إله لله الذي منع علينا بوجود سيد الأولين والآخرين الحمد لله الذي منع لنا بوجود سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد ناصر الحق بالحق على أهله حق قدره ومقداره العظيم ورد الله تعالى عن شيخي وحبيبي شيخ الإسلام الحاجي الرحيم سورة إبراهيم تبقى تذكرا مظاهره تبدو لدى من تبصر وأشكاله ترن على كل من قرأ وإن كان برهام البرازخ بشر إذا آب للمولى العلي والتفكرة متى دفنوني في التراب تحدثوا متى حان وقت قام من لا ينكث وقام مدير الوقت يرقو ويبعث وأمتنا في زمرة الحق يحرث لقد كان ينوي الخير لو كان مقصرا أجاور ربا واهبا متفضلا بجمع القلوب في الإله مفاصلا وسامره في السر دوما مجللا وزادي ومركوبي جمال مجمل بقبر ويغضي العبد من كل حيرا حياتي رموز كلها وإشارة خيالي صفات الجمع تتلو بشارة وأسمى عظام للمسير سيارة وألغازنا تغني الوجود منارة تفصر مهما ذلك القبر بؤخرا وكنت حروفا عاليات وأسطراء وكنت على الأكوان حرف محو هراء من السامية الغري فرد موتراء وكنت من المجهر عزيز وأكبراء فوقعها شخصي متى قام مظهراء تخميص لأبيات شيخ الإسلام قامت بها صديقي الحبيب محمد أحمد عبدالله التجاني أم عشاة التشادي سيدي الأمين الشيخ محمد الأمين الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهُوا الَّذِينَ آمُنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ توجيه الخطاب هنا في الآية ليس لعموم الأمة وإنما لخلصائها أو الخاصة خاصتها ألاهم سائرون إلى الله الأمر بالتقوى في الآية للمؤمنين ومعروفٌ جلياً أن التقوى في مقام الإسلام بدنيةٌ وفي مقام الإيمان قلبيةٌ وفي مقام الإحسان روحية أخرج الشيخاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريشٌ حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجري فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه وكونوا مع الصادقين الصادق هو من انتهج نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم لقب بصادق الأمين لكونه صلى الله عليه وسلم تخلق بالأخلاق الفاضلة فالصدق إذن ليست صفة ذاتية وإنما هي صفة تسري في كل الأخلاق صفة يفتقر إليها كل خلق ولا تفتقر إلى أي منها الصدق يسري في الصفات كما يسر الدم في العروق ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق هذا مدخل وتمهيد سألتقط الخيط هنا فأدخل في صلب الموضوع طارحاً على اللجنة سؤالاً ألا وهو لماذا كان شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيري هل لأن هذا الشاعر النقاد العربي ناقشوا وبحثوا وقتلوا قصائده بحثاً ثم بعد إجماع منهم وافقوا على أن هذا هو الشاعر المفضل فعرضوا تلك الموافقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق عليها صلى الله عليه وسلم أيضاً من هذا المنح أو من ذاك المبدأ الإجابة لا شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة كلها حب شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع من أمه الصدق ومن أبيه الحب وحبي صحيح ثابت متواتر قفوت أبي قاساه وهو كبير اسأل أي عالم من علماء مصطلح الحديث أن يعرف لك كشيخنا العلامة الحاج عبد الله المشري لو سألته أن يعرف لك ما معنى الحديث المتواتر ستسمع منه كلاماً طيباً نشأ في هذه البيئة الإنسان ابن بيئته وهي فكرة وافقه عليها كثير من العلماء مثل الدكتور علي الورد العراقي في كتابه مهزلة العقل البشري وخالفه أيضاً علماء كثر كمحمد جلال القصاص في كتابه خطيئة ابن خلدون لكن شاعرنا هذه البيئة التي نشأ فيها هي بيئة كلها قلت لك أنها محبة لله ولرسوله ولشيخ التجان رضي الله عنه شب على هذه البيئة شب وكان كما يقول الإخوة المصرين طازة طازة فنسمعه وهو يعبر في مرحلة من مراحله الأولى ويقول لنا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا فاقتبس هذا من مقولة قيس بن الملوح المبتلى بحب الليلة العامرية وفي مكان آخر أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فإني محب المصطفى الدهراء ما غشاء إذن شاعرنا في مرحلة الأولى من مراحل حياته كان طازة كما يقول الإخوة المصرين يعني الأرض خصبة القلب كان مهيئاً والأرض خصبة فماذا يفعل؟ فنحن معه في مرحلة اللائحة وهي مرحلة جواري أجاوره بكوسة وهو بطيبة وأبصره بالنور والقلب للمقال هذه مرحلة الجوار بعد مرحلة خلو القلب الأرض الخصبة هذه فهنا نستمع إليه وهو في مرحلة الجوار مع المصطفى أو مع الممدوح صلى الله عليه وسلم أجاوره بكوسة وهو بطيبة وأبصره بالنور والقلب للمقال كوسي قرية في غرب العالم وطيبة مدينة في شرق العالم المسافة بين كوسي وطيبة مسافة بعيدة جداً لكن شعرنا هذا استطاع بفضل الله عليه وبحبه لرسول الله أن يطوي المسافة كلها وأن يجعل كوسي وطيبة كتلة واحدة بفضل حبه لرسول الله وحد المكاينين ومع بعد المسافة بين كوسي وطيبة إلا أنه وحدة وجعلها كتلة واحدة وجعل من سالبه الإبراهيمي ومن ذاك الموجب المحمدي كتلة واحدة صير منها نوراً أضاءت الأكوان كلها لا أقول لك تياراً كهربائياً وإنما نوراً أضاءت الأكوان كلها وجاوره بكوسة وهو بطيبة وفي كوخه الصغير هذا بكوسة وهو بطيبة ولأن المسافة بعيدة جداً لا يمكن للعين الجارحة أن ترى كل هذه المسافة فقال وأبصره بالنور لأن الإبصار لا يمكن إلا أن طريق النور هنا والقلب للمقل العين الجارحة والمجاور إصطلاحاً هو أن يذهب الإنسان إلى أحد الحرم الحرم المدني أو الحرم المكي أو الحرم المقدسي أما أن يجلس في كوس ويجاور صلى الله عليه وسلم فهذا الجوار جوار معنى هذه جوار معنى قام بها شيخنا العالم شاعرنا هذا المفضل عند رسول الله المفضل الذي وصفتمه بالمفضل عند رسول الله وهو المفضل وسنعرف كيف كان هو المفضل إذن فشاعرنا هذا في هذه المرحلة وهي مرحلة جوار المعنى جاور صلى الله عليه وسلم أن يكون جثماني بسنغالة إنني بروح لدى ذاك الحبيب المبارك مرحلة أيضاً من المراحل التي مر بها مع ممدوحه ومع محبوبه صلى الله عليه وسلم ينتقل بنا شاعرنا هذا بعد مرحلة جوار المعنى إلى مرحلة الصفاء فلم تأتني الأخبار من غير أحمد وتهي الدنيا إن قضت راح أهلها ولم يبق إلا منح منا وقد صفاء وأيتمت إلدتي هذه المرحلة الصفاء التي يعني غادرت أوطاني وأهلي وأسرتي هذه المرحلة التي هي المرحلة اللاحقة التي عاشها مع ممدوحه صفاء له صفاء له بمعنى أنه استغرق استغرق في الممدوح استغرقه عبارة المعروفة عموماً لكن في استلاحاتنا نحن المتصوِّف فنقول أنه فنى 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 في الممدوح فنى في الممدوح فناءاً كلياً ولما فنى في الممدوح صح له البقاء صح له البقاء فلما بقى للممدوح فصار لزاماً عليه أن يتحرك أن يتحرك إلى ممدوحه يتحرك جسمانياً إليه أن يترجل ماشياً إليه فماذا يفعل؟ إذن صار اللزاماً عليه بعد هذه المرحلة وهي مرحلة الصفا مرحلة الجوا مرحلة الصفا هذه المرحلة اللاحقة وهي أن يترجل ماشياً إلى ممدوحه فترجل ماشياً إليه لمن وفدوا من تل جزيرة بينما وفدتم من الأقصى لقيتم متاعباً إذن تجسم كل هذا العناء وشابك الملاح تلك الصحائبة وتجشب كل هذا العناء وسفر قطعة من العذاب أو هو العذاب كله تجشم كل هذا العناء لأنه لا يمكن أن يتحصل على كل مرغوبه وعنه قال ولو كنت نعلاً للأمير لتم لمرأتي لكن هذه لا بد أن يتحرك جسمانيا ولو كنت نعلاً للأمير لتم لمرأتي ولو كنت نعلاً للأمير لإلخ shadows وإلا فالصديق المراطف فتحرك جسمانياً إليه وواصل إليه وقد جبتم الأجواء ليلاً وفلككم به شابكاً ملاح تلك الصحائباً فلما وصل إلى الممدوح صفى له الممدوح صفى له والحبيب يخصص له ما معنى التخصيص يعني العطاء أعطاه أعطاه صفى له بمعنى أعطاه أعطاه ماذا أعطاه قلباً أعطاه عقلاً أعطاه روحاً أعطاه صراً وعطاه كاش إذن بعد هذه العطاءات كلها بعد عطاء القلب والعقل والروحان والروح والجسم والسري أعطاه جسمانياً يعني أعطاه كاش مادياً أقول ملا سراً وروحاً وكالكلاً وحتى ملا أكياسنا والحقائق إذن فبعد هذه العطاءات كلها ماذا يفعل شاعرنا المفضل بكل هذه العطاءات هل يرجع بها إلى كوخه الصغير ويأكل كل هذه العطاءات وحده أو ينفرد بهذه العطاءات هو نفسه راودته نفسه مرة من المرات أن يفعل هذا راودته في مرحلة أن ينفرد بهذه العطاءات فعبر عن هذه المراودة قائلاً كنت أريد أن أمر على الدنيا مرور كرامٍ لولا هذان الماكران كنت أريد أن أمر على الدنيا مرتز مرور كرامٍ لولا هذان الماكران فقتله جزى الله الماكرين خيراً جزى الله الماكرين خيراً إذن فرجع بهذه العطاءات كلها لا يمكن أن يرجع بهذه العطاءات لأن الكوخ لا يتسع لها هذه العطاءات كلها الدنيا كلها لا تتسع لهذه العطاءات فماذا يفعل؟ يطوف في الآفاق وجمجم في الأجواء طوراً على هيكل يبر البرا وحنين عشار على أوت البحار الزاخرات والأمة قصد فيهم أن أسوقهم علم خالق بأن سفري ما فيه حظ من حظوظ البشر إذن فلا بد أن يجلوا بكل هذه العطاءات ليعم بها النفع بهذه العطاءات نشر الإسلام بهذه العطاءات نشر الطريقة للتجاه بهذه العطاءات أقام السنة أحيا سنة رسول الله فهذه العطاءات هي التي نعبر عنها نحن هذه الفيضة إذن فجال بهذه العطاءات الدنيا والملكة والملكوتة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم هذه مرحلة لو شئت عما فيضه البسيطة مرحلة لكنه مع يحبي لنا الزملاً له كمان قلوبنا لك عما الفيضة لا شك لن ترى يندق نجحني من يبتم يبونك لبقى لنا بقية ثلاث دقائق لكلمة لأكتب لكم فهذه العطاءات كلها هو نصفها نحن بالفيضة تحرك بها نحو العالم كله وجال بها إلى أن شاخ مرض شاخ مرض الحبيب شاخ مرض يلومونني الشاب فوقي ولم أزل أسير غرامي لم أبل بملامية فشيب وتهيام ووجد ولوعة على غير محبوب تعد مساوية إذا شاخ الرجل مريض اعتراه ما يعتر كل من في سنه فيشفي سقاماً كل عنه طبيبه وجراحه واشتد في الجسم ويله جلال مظهر الجلال هذا وفرص طبار بعض طولي تجلدي وقر طل الدم حقاً ووبله على أن لطف الله ثم جماله هذا مظهر جمالي ثم جماله لقد غمرني لا يرعوض شكله يجي العائدون لا يرون مشوجة فقد غاب فرع الصقب عنهم وأصله مظهر الكمال هذا شرحت بذا حالي هل يتأوه الرجل لم يتأوه ليس من من لم يصبر على بلواه مقام الصبر ليس من من لم يلتذ بمولاه مقام الشكر شرحت بذا حالي ولست بحاجة إلى الشرح فسألته لماذا لم تشرح لنا الحالة وتبين لنا مع أننا كلنا آذان لك صاغية شرحت بذا حالي ولست بحاجة إلى الشرح والتبيين والحل حله مع الحق حالات الأمين كحالة مع المصطفى في الأحمدية وهم الراداران لذين أو اللذان يسير بهما ومعهما معيت زات هذه ومعهما يسير بهما شاعرنا المفضل وهي الأحمدية والمحمدية وهم الراداران بأسلوب عصري لكن والد الحاج محمد المشري بعبارته وهي الأدق وأكثر أناقة وأدبا مصدران هما مصدر قلب يدوران حوله وفي القلب ذات العلية مصدر هذه عبارة مصدران هي أكثر دقة وأناقة وأدبا إذن الشاعر هنا ماذا يقول لنا مع ذكر مولانا الجليل جلاله من الصادق المصدوق بيوم يأتله هذه بروتوكولات وأسباب حياة خاصة به وللجموع وخلف جموع ينتبون لحزبكم يعموه متشفيع أكتع أجوع ربما الكلام فيه بعض الغموض أو يكتنفه غموضا ما لكن شاعرنا المفضل هذا فحل فحل فالذي يتناول كلام الشيخ إبراهيم لابد أن يكون جانب الأدب صام برصان وجانب الثوق أيضا صام برصان لأنه ليس بشاعر ضعيف إنما هو شاعر فحل أدبا شاعر فحل ثوقا إذن فهذه الخلاصة التي أقول لكم فيها أن نشاعرنا هذا هو المفضل لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما هو المفضل لدى رسول الله خطيبا هو المفضل لدى رسول الله طفلا شيخا كهلا الخلوة الخلوة فكر والجلوة ذكر وبينهما تنتصب معارج الروح ولا وصول إلى مدارجها إلا بالضرب في الأرض حتى مجمع البحرين يتلذز بالضناء ويتغذى بالضناء الخلوة فكر والجلوة ذكر وبينهما تنتصب معارج الروح ولا وصول إلى مدارجها إلا بالضرب في الأرض حتى مجمع البحرين وللطريق عقبات ووهاد فللجبال تعب وللصحراء نصب والسائر بينهما يتعلى ويتدلى بين خفاء وجلاء يتلذز بالضناء ويتغذى بالنصب ومن ظن أن بلوغ ماء مدين بغير سفر فهو واهم فحمل مزمدك على عصاك يا قلبي وارحل فعلى شاطئ الجوار الآمن توجد منازل المحبين مقطع شيخ من رواية عودة الفرسان اشترات محمد فتح الله كولن رأي الفرسان القادمين من وراء الغيبي للأدب المغربي المرخم فرد العصاري بما أن في مقام المسيح أسمعكم أسمعهم الحب Mini الحب مسألة بغير جوابي الحب مسألة بغير جوابي فإذا دعوت دعوت غير مجابي الحب مسألة بغير جوابي فإذا دعوت دعوت غير مجابي قضت الصبابة أن تموت متيما فاصبر تنل بالصبر أجر مصاب فدع الإقامة دون مطلبك الذي ترجوه وارحلت قعدة تجواب دعها من النيابتين تحثها نغمات حاد العيس بالإطراب غلباء إن تلقل تخال كأنها فلك ترى ما في خضم صراب وجناء لم يبقي الصرى منها سوى رمق يشير بجيئة وذهاب وبقية من أعظم مهزولة طفقت تقلقل في أرق إهابي أفلا تحمل إلى الأراك وقد رأى الحلد الربيع كسد جسوم روابي وأذابها عبق النسيم وإنما كثف الهوى والجسم غير موذابي يا نازلين بذي الأراكة أو بذات الجزع رسمي عزة وربابي أبيات المنظر شاعلها المنوي يا نازلين بذي الأراكة أو بذات الجزع رسمي عزة وربابي هل عندكم علم عن العالمين أو عن معهد بالرقمتين خرابي إني أحن إلى العذيب وأهله وإلى مياه للعذيب عذابي ويشوقني من نحو طيبة نسمة ثم بالمشوبة بطيب الأطياب هي الشاعر اليمني عبد الرحيم البراعي مش براعي بتاعكم متاع اليمني الشيخ تجاني بان قصة بمامون دامنة تقول الله فلاكة واخر بان دامنة قصة بيدفع عندك دامنة قصة بموين دفع الرزيمة لما في وقت عراء قصة بموين قصة بموين قصة بموين لقد قمت بيروس 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 وحتى م me لا يأتي بها أنا أخير لأن ترسل الوصف وفي تعالي محارج الوصف وفي تعالي سنجد от طريق المساعدة وفي تعالي بيروت وفي تعالي يتقاى الهاتف يذهب من الوك κιم بأكيد يترك في المكتب الهتhei ينبط الى اشترك في المساء سيكون كذلك بالصالحة في المساء وفي الأطلاق أشترك في أحمر جزيب وفي المصاب الأطلاق على الأطلاق والذي يترك في المساء يترك في المثال يتابع على يكلم ليس لدينا قصرت شديد كما ظهرت الشبال في سبيل الاجسير نعيد المعرفة لجعب المعرفة تجب الاجسير سيصل على العربي وبي bilingual يجب الاجسير اجتب ان تخلص بالنسبة لك امرر وثانا وحلت كتب ... يمكنه أن يكون لمساقرا عما كتب بعض الأمر. ثم ينسى أن تأتي العديد من من خلاليا كانت نظام السنسير .. ثم يمكن أن يكون الناس فيكم وجود . أو خلالنا برصديق بعض الأمر ، نستطيع أن يكون مدى بعض الأمر. كنت أخبرين اليوم وما يتزان الأخير من قبل أن يقومون بلادينين صاحبه اتركض أجل المنزئ الصاتدورات سوفت داخل عليهم وفي داخل نوعًا نوعًا مرة طويلة سوفيس هذا فوق ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقاط إن سمعت الى الشيخ سمعت السيد كان القناة والمزن واد لأنه أنه مجرد تجبرنا فهذا المنزل بها يصل على خورة يطلب الجزء او بسكيات كيف تتناولوا التالي اطالق على مطابعت المنزل من واقع استعماله لا يمكن ان تكون لدينا كل أبوال و بلا تبيعه فهذا لم يعمل أفزن من المنزل من طبعية هذا الفقوق انه نمتلكك مما اخفاق من الحجوم صدق من خلي جمعناه بعد هزارات في المقابل لك الذهاب وخرجنا في المقابل لك والسقل نمتلك وهو مؤسد وי�متلك وراثتنا للسالس وراثتنا للغاية لأنه لم اطلبه الذي أرسل حل هاته يتجعبّو التعادي يتجعبو الأمر هذا هو كل الشخص وهذا الشخص يتجعب يتجعب فيastال النزول يتجعب أن يتجعب انهاء هذا النزول فهو يتجعب أن يكون يتجعب أن يتجعب يتهم له إنه يحضر المنغوة التي ستصل على محالك ستصل على محالك الحديث الوصد الأنفس الخاص بمكارية قالت لما تطول بالرقب امنا تطبيق الثاني عليك لا يزال كان لدينا العبور ويصدرنا أتمنى أن نتوقع أتمنى أن الشيخ إبراحيم ربما يتحدث أن المشاعة يتحدث عنه الشيخ شريف التجاني كما تعلمنا الشيخ أوتمنه أهل زماني كلهم فازراقيا سواء من قلا دولة نحج وصيرها رائعين نغارب الشريف والتيجاني وهو بصرف النجاري tells us ويحضر الفكرة على قليل لديه يقول أن الشيخ المنزل يقولون شخص يقولون شخص يقولون بمجاريونا وغالب بلايان فالباب لديه فجاء في كل من المنزل يقولون بلنجر من المنزل يقولون أنه الشيخ المنزل يقولون ليس عليك كل guy. لا الشتوoch الليل. لا احصل البعيدين لغاله. لا احصل لا احصل بجدًا ولا خالطه خاله في ذلك تجدها هذا السابق. فالما يكون هذا الطعام يمكن إلى أن تفجرسين وتفجرسين عبر تلك الفكرة التفجرة يسألون وقد أنت قمت بحصول الضوء بالنسبة لدول الله فقط سوف يتساءل يمكن أن أعبد يقرسين يسألون اهتمون امه رسول الله الى يوم القيامة نعم الاجمع ليمني امه تخشيخ الراهيم امه رسول الله امه رسول الله امه رسول الله نحن حسنت من حسنت عبدالله و سلام عليكم